اهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا محبا صفر الزينا اذا اتركم يا رب اتخلوا بخير الفيديو ده بيتكلم عن احسن نوع ان انت ممكن تبتدي به او تربيه لو انت مبتدئ واحسن نوع عموما ممكن تبتدي به طبعا فيه ناس كتيرة جدا بتختلف في الموضوع ده يعني فيه ناس بتقول الاحسن ان انت تربي عصفير استرالي فيه ناس بتقول الاحسن ان انت تربي عصفير زبرة علشان انتاجها وفيه ناس بتقول الاحسن لك ان انت تربي عصفير كوكتيل علشان عصفير الكوكتيل عندها مناع نوعا ما ضد الامراض شوية ضد البرد فعصفير الكوكتيل تعتبر العصفير المناسبة للناس اللي عايزة تبتدي وخايفا العصفير تموت منها تمام يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاث حاجات طبعا فيه ناس بتبعد بشكل كبير جدا عن عصفير الروز والفشر عشان عصفير الروز والفشر من الانواع اللي هي مش احسن حاجة في الانتاج يعني الناس اللي عايزة انتاج فبتبعد خالص عن عصفير الروز والفشر علشان العصفير دي مش احسن حاجة في الانتاج فالعصفير دي انت لو عايز تشتريها ما تشتريش لا زغليل ولا شباب اشتري شغال ولازم لما تشتري شغال تشتري من حد ضمنه علشان تعرف ان انت الجوز اللي معاك ده جوز شغال او جوز منتج وينتج لك زغليل بالشكل اللي انت عايزه ان شاء الله نيجي بقى لنقطة احسن نوع ان انت ممكن تربيه دلوقتي انت هنبتدي من عصفيل الاسترالي عصفيل الاسترالي ليه الناس بتقول ان هو ده احسن نوع ان انت ممكن تربيه او النوع المناسب جدا للمبتدين علشان عصفيل الاسترالي تعتبر اشهر حاجة موجودة في الاسواق تقدر تجيبها بسعر قليل وكمان يعني لو لقدر الله الجوز اللي معاك او الجوزين اللي جبتوهم ماتوا منك او حصل اي مشاكل او جبتوهم في برد في العصفيل ماتت ما بتبقاش الخسارة اللي هي الكبيرة عليك كفلوس ده في احب تمام وفي نفس الوقت عصفيل الاسترالي الحجم بتاعها مناسب ان انت لما تيجي تمسك العصفيل ما تلاقيش العصفور مات منك او او ضغط علي جسم العصفور جامد فالعصفور مات زي مثلا فينس بتحصل معاك كده في عصفيل الزبرة اللي ما بيبقاش عندهم خبرة بيجوا يمسكوا العصفير وبيلاقي ان جسم العصفور اتضغط علشان العصفور حجمه صغير فالعصفور بيموت في ايده تمام فده كده بالنسبة لعصفير الاسترالي عصفير الاسترالي طبعا انتاجها بيبقى عادي جدا بتبقى فترة حضان البيت من 18 ل 22 يوم وفترة الفطام بتبقى 30 يوم بالزبط ماشي والانتاج بتاعها بيبقى من بطين ل 6 بطاط وفيه اللي بيجيب 7 بطاط بس ده بيبقى نادر جدا يعني لو المربي مهتم جدا ممكن يحصل كده ويجيب ان شاء الله 7 زغليل بعد كده نيجي لعصفير الزبرة عصفير الزبرة طبعا كلنا عارفين عصفير الزبرة ان هي ممكن تتربى كمجموعات يعني ايه كمجموعات يعني مثلا احنا دلوقتي تكلمنا عن عصفير الاسترالي عصفير الاسترالي ممكن تجيب كل جوز وتحطه في قفص او في سلكة لكن ما تحطش مثلا اربع اجواز مع بعض وتستنى انتاج ده طبعا لو انت بتربي الجماعة في قوضة تمام ممكن لكن بتحطهم اربع اجواز مثلا في قفص كبير او حاجة مش هيبقى عندك الانتاج اللي هو المناسب او هتلاقي مشاكل كتيرة جدا في انتاجه لكن لو بتربي في قوضة تمام جدا لكن عصفير الزبرة ممكن تربيها جماعة يعني ايه يعني تجيب مثلا خمس اناس وتلات ذكور تحطهم في قفص واحد القفص كبير مناسب ليهم وتعلق خمس عشوش زبرة طبعا عشر الزبرة بيبقى عشر صغير كده ممكن تعلق الخمس عشوش في القفص من جوه وتستنى انتاج والانتاج بتاعك هيبقى كويس ده لو انت بتدور على انتاج وعصفير كويس هتربيه عصفير الزبرة جميلة جدا بس محتاجة دايما اهتمام منك والاسعار بتاعيتها كمان مش غالية لا يعني مؤربة لسعر عصفير الاسترالي فانت عصفير الزبرة كويسة جدا ليك لو انت حابب ان انت تبتدي كم ابتدئ وعايز نوع ينتجلك كتير او عايز نوع يبقى ينفع ان انت تربي كمية فقفص او قفصين بالكتير لكن متجبشو سلاك أو سلاكتين وتقعد تربي فيها كل جوهز لوحده بعد كده عندنا عصفير الكوكتيل . عصفير الكوكتيل دي دنيا 8 خالص فانا بالنسبالى الحاب الي ان ان انت لو مبتدي تربي يا عصفير استرالي يا عصفير زبرة بعد كده تجيب عصفير الكوكتيل ,ليه عصفير الكوكتيل تجيبها تاني حاجة مش اول حاجة طبعلا عصفير الكوكتيل زي ما انا قرت في الاول العصفير دي بتبقى منعيتها كوية وعصفير كويسة جدا بتستحمل البرد وبتستحمل الظروف اللي هي بتاع تغير المناخ او تغير الطبيعة تمام فعصفير كوكتيل تعتبر عصفير جميلة جدا لكن الفكرة ان انت لازم تبقى فاهم كويس عشان تقدر تتعامل معهم تتعامل معهم بايه باحتياجتهم يعني لو محتاجين فيتامينات تديهم لو محتاجين تزود اي خلطة بتحطها لهم زي بيت بوصومات زي خلطة التمليح فانت لازم تبقى فاهم عشان تقدر ان انت تتعامل معهم فعصفير كوكتيل طبعا في منها انواع كتير زي ممكن لنا عارفين عندك الكوكتيل الحبشي ده احسن حاجة ان انت ممكن تبتدي بيها ليه علشان عصفير الكوكتيل الحبشي هي اسعار هواقعة بس تعتبر احسن نوع ممكن تربيه في عصفير كوكتيل ليه علشان الزكر بيبقى حنين على الزغليل بيأكل بشكل كويس جدا وبيهتم بالزغليل اكسر من الانسة كمان والانسة بتاعة عصفير الحبشي بتبقى كويسة جدا كحضان البيت ككمية البيت اللي بتجيبها فالاتنين بيبقوا كويسين جدا مع بعض زكر حبشي مع انسة حبشي وبيطلعوا لك انتاج جميل وممكن لو الزكر الحبشي ده بلاية لاتينو يعني ابن لاتينو يعني ابن فرد لاتينو وابن فرد حبشي يطلع لك في الانتاج عصفير كوكتيل لاتينو تمام فانت لو اشتغلت على الموضوع ده هتلاقي ان فيه انتاج جايلك كويس من عصفير الكوكتيل لكن زي ما قلت كده ترتيبك يعصفير استرالي يعصفير زبرة في الاول وبعد كده تفكر ان انت يا تربي كوكتيل يا تربي روز وفشر لكن احب ان انت تربي كوكتيل بعد كده تربي روز او تربي فشر علشان زي ما قلت الانتاج بتاعهم مش بيبقى احسن حاجة وفي نفس الوقت كمان الصوت بتاعهم مش احسن حاجة لو هتربي كمية او هتربي اكتر من جوز فهتلاقي فيه دوشة وصداء على طول في البيت من الصوت بتاعهم بس وكاك كون خلص حاجة من النهاردة ولو واجه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل لها اكتر ناس محتاجين هي تشوفه ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان الصحابات اللي جاية هتبقى كتير والصحابات اللي مشتركين القناة فقط نشوفه في حلقة جديدة من قناتنا ومحب اصفير الزينة شكرا لكم وشكرا للمتابعة